مرحبا بكم عزيزي الطلاب في حل الاختبار الفصلي لمدة فزاء حديثة في 352 جامعة الملك سعود للسنة الدراسية 1439-1440 الترن الثاني إذن بداية التمرين الأول وشكل موضح في الشكل الأول شكل A قبل الاستضام إذن الهليوم يتوجه نحو النترجن يوى متوقف في مركز الـ reference frame after the collision they are emitted at different angles as shown in the figure part B إذن هنا الهليوم يتوجه إذن في الزاوية θ HE والنترجن في الزاوية θ N وبالسرعتين V' HE وV' N المطلوب في السؤال الأول find the velocity, magnitude and direction of the nitrogen atom after the collision when the helium is emitted at 80 degrees with a speed of 1.8 10 to the 6 meter per second إذن هذه قيمة θ HE وقيمة V' HE والمطلوب في السؤال الأول إجاد θ N وV' N في السؤال الثاني compare the total kinetic energy K before and after the collision how will you qualify this collision elastic, inelastic or perfectly inelastic والمعطيات كتلة الهليوم 6.65 في 10 أس سالب 27 كيلوغرام وكتلة النيترجن 2.33 في 10 أس سالب 26 كيلوغرام